نظم صندوق تحيى مصر معرضين خلال اليومين الماضيين في محافظتي الغربية وأسوان لتوفير ملابس العيد وغيرها من هدايا المبادرة لصالح 2500 أسرى بالمحافظتين وذلك استمرارا لمعارض مبادرة دكان الفرحة لتوفير الملابس للأسر الأولى بالرعاية لاستقبال عيد الفطر المباركة تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظيم عدد من معارض المبادرة لرفع عبء توفير ملابس العيد عن كاهل الأسر المستهدفة وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيى مصر تامر عبد الفتاح إن مبادرة دكان الفرحة تسعى لإدخال روح البهجة والسعادة على الأسر المستحقة عبر استغلال المساهمات العينية المقدمة للصندوق من ملابس وآطية ومفروشات وغيرها من احتياجات المعيشة من خلال معارض تسمح لرب الأسرة اختيار ما يناسب كل أفراد أسرته بحرية تامة